في نقطة كمان حابة أتكلم مع حضراتكم فيها قبل ما أروح على الأغابرية نقطة قد كده واللي خليها قد كده اللي بيصغرها يخليها قد كده بس لازم نتكلم فيها بما أن في ناس اتكلمت فيها أو في بعض الجماهير أثروها يعني مبارح كنت أتحدث عن أحمد سيد زيزو رأيي وأعتقد رأي حضرتك سواء كنت مشجع للزمالك أو الأهلي أو إسمايلي أو أي نادي في مصر إن أحمد سيد زيزو دلوقتي أفضل لعب في مصر بحكم الجاهزات البدنية والفنية والاستمرارية في الارتفاع في المستوى والتفاصيل كثيرة جدا تكلمت عنها كثيرا كثيرا مبارحة وقلت إزاي أحمد سيد زيزو مفهودي بأنموذج لكثير من اللعبين المصريين تحديدا في الأمور البدنية خلاص مش مختلفين خالص بس يا جماعة مش لازم وإحنا بنولنا على لعب عظيم لعب رائع نحطه في جملة مفيدة مع محمد صلاح عشان ده في حتة تانية آه في حتة تانية في حتة تانية ليه؟ عشان هو في حتة تانية في العالم يعني ما تيه تقول لي أحمد سيد زيزو آه يلعب مكان محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن ما هو أصلا أصلا يعني ما فيش حد في العالم أفضل من محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن أساسا يعني فما تضغطوش على الراجل لو زيزو أصلا ما هو إن شاء الله فيتوريا لسه هي يدرب أو هيبدأ تدريب المنتخب ما ممكن يلاقب محمد صلاح ويلاقب زيزو عادي آه النفس أشوف زيزو في التشكيل الأساسية المنتخب مصر دايما بصراحة يعني بس أكيد مش مكان محمد صلاح أكيد يعني مين عائل يفكر كده محمد صلاح أفضل جناح ده أنشلوت بتاع ريال مديد هو اللي قال كمان مش مدربه يورجان كلوب وبلاش يعني لو هم كلهم قالوش يعني كل حاجة واضحة مش محتاجين برضو نسبة زيزو يلعب ممكن يلعب جناح أيسر ممكن يلعب وسط ملعب في خطة 4-3-3 يلعب رقم 8 ممكن يبقى هو جناح أيمان ومحمد صلاح مهاجم فيه 80 تفصيلة لما يجي المدرب إن شاء الله يحط طريقته وخطته ويكون إن شاء الله زيزو في أحسن حال وسليم وفي المستوى السابت بتاعه ده ده بنسبة الأحداث ونعمل أي حال تجدل وخلاص مش هطول فيها عشان برضو إيه مش عايز أتكلم فيها كتير عشان يفعل حاجة بلا قيمة يعني بس أنا قلتها عشان شفت حد قال فالناس بتقول آه يعني ما ما نضللش الناس ما نضغبطش الناس وكل حاجة بينا يعني محمد صلاح إيه ده يا جماعة اللي المفروض حد يلعب مكانه يعني إزاي محمد صلاح تقول ياصل فلان يجي يلعب يلعب مكانه أو علانة بكلام فلان في العالم يعني مش زيزو عظيم ورائب رائع أفضل لعب في الدولة المصري أفضل لعب في الكرة المصرية دلوقتي مفيش بعد كده لعب أنا بحبه جدا بحب أداءه جدا بحب استمريته جدا وعظيم بس ليه قصة يتحط في جملة مع محمد صلاح ليه إن شاء الله هم الاثنين لعبوا في تشكيل أساني منتخب مصر ويساعدوا منتخب مصر في الفترة اللي جاي أفضل لعبوا في تشكيل أساني منتخب مصر